لم تكن إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية لتذهب قبل اليوم أبعد من الحديث عن الإدارة الذاتية في إطار سوريا موحدة إلهام أحمد من واشنطن عادت إلى رفع سقف المشروع الإداري الذاتي واستبقت أعمال اللجنة الدستورية التي تبدأ في الثلاثين من أكتابر تشرين الأول للمقبل كي تلوح بالانفصال إن لم تحصل القوات الكردية على ضمانات أمريكية جدية لضمها إلى اللجنة الدستورية جيمس جافري المبعوث الأمريكي الخاص رد على الاعتراض الكردي بوجود ممثلين عن الإدارة الذاتية ضمن لائحة الخمسين الذين اختارتهم الأمم المتحدة لكن ترحيب الخارجية الأمريكية بتشكيل اللجنة حرم الكرد المظلة الدولية التي استظلوا بها وتحت أعلامها طويلا لانتزاع الاعتراف بمشروعهم من خلال الدستور وتركتهم أيتاما خارج طاولة النقاش الدوريات الأمريكية التركية في عمق عشرة كيلومترات من الشرق السوري الجرافات التركية تدمر تحصينات القوات الكردية وتدمر معها نهائيا إنشاء كيان كردي في خاصرتها الجنوبية فبعض طول رفض يتعايش الأمريكيون مع فكرة منطقة آمنة للإبقاء على محمية لهم شمال سوريا أرضا وجوا تشكل أيضا ضمانة أمنية لتركيا التي لم تتوقف عن التلويح بعمل عسكري في شرق الفرات كلما تمهلت واشنطن في تنفيذ أجندة الاتفاق زمنيا وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية في الشمال السوري لدعم مشروع سياسي كردي أولا البي دي بات يسيطر على ربع مساحة سوريا بذريعة قتال داعش لكنه لم يقنع أوروبا كما واشنطن بالذهاب بعيدا والاعتراف بمشروعه الانفصالي الروس سعوا عبثا خلال سنوات انخراطهم في سوريا إلى كسب الكرد إلى جانبهم بدعم المطلب الفيدرالي رغم اعتراض حليفهم السوري وما تصريح وزير الخارجية السوري باستبعادهم عن اللجنة ومن قال أنهم مشاركون إلا قرار حاسم من دماشق لمواجهة التحدي الكردي بعد أن وصلت كل تسوية معه إلى نقطة لا عودة مياه كثيرة جرت وتحالفات جديدة تشكلت قبل الأعلان الأممي عن اللجنة الدستورية وقبل أن يتلقى الكرد الصدمة بعدم إشراكهم فيها رغم رهانهم على حليفهم الأمريكي لفرضهم طرفا أساسيا بعد أن استخدمهم لسنوات كركيزة لتدخله في سوريا ديماناصيف ديماشق الميادين